السلام عليكم انا اسمي محمود محمد حسين احنا جروب تمانية عمليين مشروع لعبة تيك تاك تو هتكلم ان شاء الله عن الجزء الاساسي بتاع الدائرة بتاعتنا او الانترفيز يعني بتاع الدائرة اللي هو مكون من دائرتين دائرة الانبوت اللي عبارة عن تسعة بوش بوتونز زائد زرار الريسيت اللي هو دا زائد كمان دائرة الديسبلاي اللي بتاعرض الجيم بورد نفسها تمام احنا عندنا الدايرتين دول عملناهم على بي سي بي عشان تكون شكلها منظم شوية بدل البيت بوردز عملنا الدزاين بتاع البي سي بي على برنامي بروتوس وطبعنا البورد دا بماكنة سي اني سي طيب احنا عندنا هنا الجيم بورد عبارة عن جريد تلاتة في تلاتة تلات صفوف تلاتة اعمدة مكونة من تسعة سالز. كل سيل فيها لدتين واحدة حمرة واحدة خضرة من الحمرة اللي والخضرة من الحمرة حلول المجدين لح Ming عندنا كمان ثلاث لدات الموجدين تحت دول دي لدات الراهم vandaag يعني عندنا مثلا لو الاحمر هو اللي كسب فالالداية الحمره دي حت مرم McC لو لاخضر هوه اللي كسب اللي اللي الحضرة دي حت مرم ديها اللي هتنور. عندنا كمان داية لاكتراها لنفس الترتيب. فعندنا مسلاً الاولاني ده. حينور السل القولin على حسب من اللي عليه الدور. لو اللي احمر مسلا هو اللي على الدور. و انا د JENNIFER العرب العرب الموجودة في السل القولin هي اللي هتنور. لو اللي اخدر هو اللي علي الدور. اللي ده الخضر هي اللي هتنور. زاد زرار علشان انا ممكن في اي وقت آآ في الجيم. اقدر قري 44 اللي خالص وابدأ من الاول تاني. احنا هدين هنا في داية الا على دistically البي سي سي اللي هو السلك الاصفر ده اللي جاي من الاردوين وبنستخدمه كبارس بلاي اللي اداري بتاعتنا. فانا هجد دولوقتي لما اضغط على اي بوش بوتن من دول حوصل هيطلع الاوتبوت بتاعهم هيكون واحد هيوصل بتغير الفليف لوب. تمام? اللي بنستخدمها علشان ننور الليدات بعد كده. وتفضل محتفظة بالحالة بتاعتها اللغاية لما اضغط على الريسات. طيب احنا ممكن نلعب دولوقتي كزا جايم كده علشان نبين المشروع بتاعنا شغال مزبوط. هنبدأ مسلا الاحمر هو اللي بيبدأ الاول. هنالعب مسلا في المكان رقم تسعة. اه بعد كده احنا الجيم الاولان ده ممكن نكسب الاحمر. كده ممكن نالعب مسلا في الترقم خمسة. اه من الاحضر. كان نكسبه في الكتر في واحدة خمسة تسعة. اللي بداية الحامرة بتاعت ال الوانر الاحمر بنبقى موارد عشان تنديكيتي ان الاحمر هو اللي كسب. هنعمل ريسات ونقعد ممكن نلعب مسلا نخلي الاحضر هو اللي يكسب ومراضي. اه ممكن نسان هنا. اخدر يلعب هنا مسلا. كده الاحمر بنبقى. كده اللي بداية الخضر انوارد. اه الاخضر كسب في الصفة الحمسة. نعمل ريسات. اه ممكن نلعب الاجم ده لنخليه يحصل درو. حد الشيكسة. كمسلا نبدأ واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. كمسلا بعد كده سبعة. اه ستة. تسعة. تمانية. اللي بداية الصفرة نوارد. اه لان الجيم ده كده حصل في درو. انا هي بقى احمد محمد الفرقة الثالثة حسيبات. اه هتكلم عن دايرة السويتش. وهي كانت الاول عبارة عن اكس اور. بيتطلع الخارج بتاعها اه واحد لو عدد البلايز فردي. وبيتطلع زيلو لو عدد البلايز زوجي. وده بيبقى الكلوك للدي ومن هنا بتعرفنا بلاير وان اللي بيلعب ولا بلاير تول اللي بتلعب. واحنا غيرنا دايرة دي بسبب ان هي كانت عبارة عن ايسيات كتير. فاحنا استبدلناها بدايرة كاونتر. اه بنستخدم الليس بتاعتها كاينديكيتور لبلاير وان ولا بلاير تو. اه دا الكاونتر دي شغالة ازاي? احنا بيجينا الانبوت من البوش بوتونز هنا. اه بيدخل على نور. بيتطلع علينا واحد عند الفولينج اج. اه بيدخل على انبوت الكاونتر. فبيبدأ يعاد كام بوتون الداس. اه الكاونتر بيطلع لما بيبقى عدد البوش بوتونز اللي التاسد زوجي. وبتطلع واحد لما بيبقى عدد البوش بوتونز اللي التاسد فاردي. فاحنا دخل دخل الكاونتر بيبقى عباره عن الخارج بتاع النور. والخارج بتاع الكاونتر. خارج الكاونتر بيبقى عباره عن بايناري. فبيبقى مثلا لو اول واحد داس بيطلع علينا على اول بيت واحد وباقي البتات زيرو. بيبقى واحد زيرو زيرو. فاحنا واخدين الخارج بتاع الست سيجنفكنت بت مرة علي دايرة البلاير 1. والمرتانية منفية دخل علي دايرة البلاير 2. واخدين الـ output بتاع الـ reset. مدخلينه علي reset counter. عشان لما نحب نرسيت الـ counter بردو العدد بتاع واي لاسات. ومعانا حادة الدرو بقى بيبقى بتحصل لما بيبقى دوسنا علي تسعة تسعة بوتونز. والتمثيل بتاع التسعة 1-0-1 فبيبقى اول البناية والبناية الرابعة بوحد فنحن بنخدهم على اند ومدخلينهم على دائرة الدروس كده يقولون ان الدروس هو صحي انا احمد عسام خليل واشتح تدير الميموري للسيلز اللى عندنا احنا عندنا اثنين ميموري كل واحدة بتشيل 9 بات او مساحتها 9 بات واحدة بتحتفظ بالقيم اللعب اللاخضر واحدة بتحتفظ بالقيم اللعب اللاحمر احنا واخدين فكرتنا من فكرة الستاتيك راب احنا الميموري عندنا عبارة عن flip loop كل واحدة بتشيل بت كل فليف لوب عندنا بيشيل بت احنا استخدمنا اي سي اربعة زير واحد تلاتة كل اي سي بيشيل اتنين فليف لوب فاحنا عندنا لكل دايرة يعني لكل لاعب عندنا مفروض تسع فليف لوب فاحنا عندنا هنا عشرة فليف لوب بحيث ان كل واحد تبقى منفصل على التانية تماما انا عندي دايرة دي او الدايرتين دول الخارج بتاعهم الوحيد اللي هو بيحتفز بخيمة الدات الحمرة والخضرة على البوردة انا عندي هنا بس كده ده غير البوردة الكبيرة اللي هاتف اتشرف اللي اخي اول حاجة احنا عندنا هنا كل بيطلع الناتج بتاعه على اللمبة الخضرة او اللمبة الحمرة احنا كده عرفنا الوظيفة بتاعت الدايرة دي انها بتحتفز بالقيمة بتاعت كل لعب تمام تمام نيجي هنا بقى نعرف بتاعنا ازاي هي بتعرف انها تخزن الرقم ده او اللاعب الاعب هنا انا عندي كل كل لمبة لها يعني بتشتغل ده النتج بتاع الدي ديل فلي فلو. ده الكو ديل دي الليد. وعندي الدي هنا هيا وعندي الكلوك. الدي هنا ا放علي على الدي prominUE انا بخدها من دايرة اا من دايرة ال الاشياء اللي هي اللي بتعمل التانية بتعمل التانية يعتحدة بين البلاير السويتش البلاير قائم التانية والكلوك عندي دا البضل يعني كل كل لدائة او كل سل عندي لها البطن ده. يعني انا عندي الدايرة بتاعت اللاعب الاخدر والدايرة بتاعة اللاعب الاحمر. مشتركين في كل حاجة مع اذا بينما الدايرة بتاعت اللعب الاحمر. blev او العكس تقريبا. يعني كل واحدة مختلف عن التناريق. دي بلاير وان دي بلاير تو. والكلوكة عندي. كلما بضغط على بطن. كلما بضغط على بطن. آآ بتشغل السلة دي. فانا لو عندي البلاير وان هو اللي جايلي جايلي سيجنل. البلاير وان هو اللي عليه الدور. بشغل في الفلف دي. بتحفظ اللي هي واحد لو ده شغال. فاللمبة تنور. وتبدل زي ما هي. وانا طبعا مش هدوس على الزرار الثاني. فمش هيتغير الناتج لاخر الجيم. وعندي في اخر الجيم خالص. عندي زرار الريست ده. كله كل الكل الدوائر مربوطة ببعض. ان انا بعد ما خلص كل جيم زرار الريست ده يشتغل. ويفصلي كل ده من الاول تاني عشان ابتدي جيم جديد. طيب انا عندي هنا الدخل بتاع الدائرة بتاعتي في آآ انا عندي كل ده دي زرائر اللي باخدها من دائرة الزراير بحيس ان انا اعرف ايه اللي اللي اتضغط عليه. وعندي الدخل التاني عبارة عن اللي جايلي من دائرة بتاع الكنترول بتاعت البلاير واحد هنا هو. والنفي بتاعه بحيس ان البلاير وان يكون عاكس بلاير تو. يعني مرة دايرة دي شغالة ومرة الدائرة دي شغالة. 달라 بيتحكم لي فيها الدائرة اللي انا اوخدها من الاستجناء اللي انا اوخدها من الكنترول آآ سيركوت. بعد كده انا بوزع الدخل بتاعي عن طريق الويرس دي على الكل الفليف فلوكس هنا والايسي هات وهنا. بعد كده الناتج بتاع بيخرجلي على لدات ومن الل Drew B. بيخرجل على الويننج adapting الوينج بتاع الاخدر والوينج بتاع الاحمر وبعد كده بيخرج لعلى دايرة اللي بنا عرض عليها بس كده انا اسمي عصام سعيد السيد دلوقتي هشح دايرة الوينر في التيك تاك تو دلوقتي احنا كنا عملينها على سلميوليشن بدايرة نور بعدها نوت تمانية انبوت فلما نزلنا جبناها ملقناهاش فكررنا نستبدلها بدايوت عشان خاطر الدايوت بيشتغل كاور عشان هو بيعدي الفولت فيه اتجاه واحد من الانود للكاسود تبقى بديل عن الاي سي النور زاد النوت فهنا عندنا في الدايرة الثلاث اندات بيجي لهم الانبوت من دايرة الفليب فلوبس اللي قبلها فبعد كده بيخشوا بيطلعوا على الدايوت الدايوت دي لما يجي لها سيجنل ان حد من الاحتمالات اتحقق بيعدي وينور دايرة الوينج احنا عندنا 8 احتمالات للفوز بسرعة البلاير 1 او البلاير 2 دلوقتي احنا عندنا احتمالات الفوز سواء البلاير 1 او البلاير 2 اي من الصف الاول او الصف التاني او الصف التالت او العمود الاول العمود التاني العمود التالت او الكترين دلوقتي انا بستلم الاوتبوت بتاع دايرة الفليب فلوبس وباخده احتمالات كل صف تلات زرائر كل صف كل عمود والكترين عشان اعرف انهي احتمال هيتحقق فيعدي يروح للضايوت فيعدي اتجاه الفولت لدايرة الوينج سواء البلاير 1 او البلاير 2 اخضر او لاحضر نفس الكلام مشروح في دايرة الوينج التاني وانا باودي سلكين من الدايرة طول ما بلاير 1 او بلاير 2 ماكسبش باودي سلكين باوديهم لدايرة الدرو بسم الله الرحيم انا محمد شحاتا اه اشرح دايرة الدرو تمام طيب فاكس او اشان يحصل الدرو لازم تلات شروط تتحقق اول حاجة بلاير 1 مايكسبش تاني حاجة بلاير 2 ماكسبش تالت حاجة ان كل الزراية يكون الداس عليها تمام طيب زي ما زملت شرحت في فيديو تاني كاونتر بيعد لعبنا كم مرة اوكي ومن لعب الاوتبوت بتاع الكاونتر بنقدر نطلع اول امبوت اللي دايرة الانت اللي بتقول انه حصل درو تمام ففي امبوت جاي من الكاونتر اللي هو ايه اتنين امبوت جاي على البيت اللي هي الواحد اللي عند التمانية اللي هي البيت اللي بتقول التمانية والبيت اللي بتقول واحد تمام كده ادي اتنين الانت بتاعته والانت التالت اللي هو ان اتنين بلايرز ما لعبوش طيب اول بلاير او ازاي نجيب ان اتنين بلايرز ما لعبوش بنخش على دائرة الوينر بتاع الانت وبلاير تو وبنشوف بناخد بتاعتهم وندخل على نور تمام النور دايت بتقول ان اللي اتنين ما لعبوش خلاص طلعوا واحد اوكي وكده بداخلي تلات وحد هنا يبقى هنا حصل هتنور تمام طيب كلام ده بقى هنا ازاي ادي الانت اوكي دي الانت بتاعت جايل لها من الكاونتر هنا ماشي جايل لها الاتنين بيت اللي قلنا عليهم البيت بتاعي تمانية ووضحها بالسلك الابيض والسلك البرتقاني اللي هو البيت تمانية والبيت واحد اوكي دول ادي اتنين للانت تمام والنط اللي هي هنا طبعا احنا ملقناش ملقناش اور في السوق تمام فعملنا ايه عملنا اتنين ضايد بتوصلين ب عشان يمثل اور تمام وتعدنا عليهم الانت عشان يحاكي النور اوكي طيب ادي الانت هنا ودي الاتنين هنا تمام والاتنين متوصلين ببعض متوصلين هنا ودخلين عانت western مع الاتنين اللي هما البيت الاولانية و البيت رقم اربعة بتاعت اربعة بتاعت الكاونتر ماشي اللي هي بتطلع ويتطلع ثمانية كده يبقى احنا لعبنا التسع مرات وبلايروان ما تسيبش وبلايروان ما تسيبش مفروض كل ده بيخش هلاند وبتطلع واحد